هذا قرار مستقل لحزب العدالة التنمية سيتخذ إما بالقبول أو بالرفض وهو قرار يعني طبعاً لابد أن تكون له آثار على حزب العدالة التنمية ولابد أن تكون له آثار على الحياة السياسية لكن تعلمنا دائماً كيف تكون الآثار أقل سلبية وأكثر إيجابية يعني أنا أعبر عن رأيي هذه حريتي أعضاء الأمان العامة ليس كلهم متفقون على كل شيء لابد أن تكون نقطة ديال الاختلاف ويحسموا بالحوار لتتضيح الآراء ديالكل طرف وبعد ذلك يتخذوا القرار طبعاً أنا تعلمت منذ التحق وانا شاب هذا الطيار أن أعبر عن رأيي وأن أوضحه وأن أدافع عنه وبعد ذلك يعني عندما يتخذوا القرار يتخذوا القرار سابقاً الإخوان ربما يتابعون لما كانت الحكومة ديس عبد الله بن كيران كنت أيضاً في الواجهة عندما كنت أواجه الصحافة التي تنتقد حكومة ديالكل بن كيران بقوة كنت دائماً معهم فيه وأنتم تتذكرون الآن مع حكومة سعد الدول عتماني أدافع عنها على اعتبر أني أعض في الحزب أولا على اعتبر أني مسؤول في حزب عدوة 200 وعلا اعتبر أني من الحكومة تالتا وبالتالي لا يمكن أن أخذ لا أي مسؤول ولكن في الدولة لا يمكن أن أعبر على رأيه كما أن الكثيرBook لا يمكن أن يعبر على رأيهم طبعا توقعه في بعض الأحيان بعض يعني انتقذوا كل إخوان هذا شيء عادي هادوك شبابنا إخواننا ينتقدون الذي ينخرط في الحياة العامة ولا ينتظروا انتقاد أظن أنه لا يفهم الحياة العامة لا أنا أولا بدون دعني أقول لا يمكن يا أستاذ لا يمكن إلا من كان مغرضا أو من كان دينية سيئة دينية سيئة ألا يعترف بمكانة وقوة ودور وعطاء الأخ سي عبدالله بن كلم لا يمكن الجميع مجمع على ذلك لكن يجب أن نكون واضحين وهذا رأيه أن قوة الحزب العدد الثاني مية في مبادئه ومنهجه وفي التزام أعضائه وقيادته لكن قوته في مؤسساته وهذا كله متكامل فيما بينه طبعا السي عبداليم كيرن عنده طريقة في التدبير أكيد شخص آخر ستكون عنده طريقة في التدبير جربنا أخمع ساعة ديل العثماني لحظات حارجة من ينسى من لا يتذكر اللحظات ديل 2003 عندما كان أحدنا لأسابيع لا يقرب مقر حزب العدد الثانية واستطاع الأخ ساعة ديل العثماني أن تمر الأمور بسلام وكل مرة كتوقع أن أحدث من هذه كي كبر بين الله عز وجل ولذلك أنا أعتقد بأنه مكانة القيادة وعلى رأساب ديلة من كيران أو الإخوة الآخرين مكانة معتبرة مقدرة محتربة يعني وأدوارها لازلت مطلوبة ولكن المؤسسات هي أقوى من الأشخاص هذا قناتي المهم في هذه المحطة يعني وفي غيرها من المحطة هو وحدة الحزب وحدة الحزب حول قيادته المؤسسية وإذا أريد أن تقول وجاهزية الحزب يعني خلف الرموز ديله ومن رموزه بالطبع الأستاذ عبليا بن كيران وأستاذ ديلة 8 ذلك هذا الذي يهم لأنه مراد الخصوم هو تقسيم الحزب يعني إعداداً لتهميشه طبعاً هذا لن يحصل لأنه العدال والتنمية عصي عصي على التقسيم وعصي على التهميش عصي على التقسيم بوحدتها وعصي على التهميش بالاحتضان الواسع للجماعير الشعبية للعدال والتنمية والرموز للعدال والتنمية